سلام عليكم ورحبا بكم في قناتي ان شاء الله تكونوا كامل بخير وانتم تشوفوا في وصفة اليوم نعمل مع بعض كوكيز الشوكولاتة يجو بشقين مع الكين ويجو بزاف ابنان بطريقة سهلة بلما نضول عليكم يلا نبدأ في الوصفة هنا احبيت اقول لكم فقط ان الكمية راح نعملوها هي كمية قليلة يلا حبيتوا اضعوا المقادر ضعفهم ولكن جربوهم هكا بكمية قليلة من بعد اشوفوا اضعوا المقادر اضعوا 50 جرام السكر البني السكر البني هو اللي راح يعطي التعليك للكوكيز نخلطوهم مع بعض ملاح نساجموا مع بعض غير بالفوي كما راكم تشوفوا من بعد راح نضيف شوية تلفاني ونضيف 30 غرام زبدة دوبتها وخليتها بردة 30 غرام زبدة دائبة وتكون بردة نخلطوهم مع بعض كذلك دائما بالفوي من بعد نضيفوا 120 غرام شوكولاتة كذلك كنت دوبتها وخليتها تفات ما تكونش سخونة بزاف ونضيفوها للخارطة ونخلطوها جيدا مع بعض المكونات اللي عندنا هكذا هده هو الخارطة كيفاش يقولي هنا راح نضيف القهوة ملعقة صغيرة تعلق القهوة لكنها اختيارية ممكن تستغنو عليها ولكن تعطي دوق بنين للكوكيز ديالنا هنا راح نضيف حوالي 40 إلى 45 غرام تعفارينا لحاس بحجم البيضة ديالكم ونزيد ونضيفوه نصف ملعقة صغيرة خميرة فورية ما تضيفوش بزاف بش ميتنفخوركمش بزاف لازم يكون فيهم هدك تشقاق شباب اللي ملفو نخلطو ملعقة مع بعض كما راكم تشوفو هنا القوام راح يبان لكم خفيف شوية لكن هاده هو القوام الصحيح ما لازم يكون يعني بزاف ناشف باش كما قلت لكم يجوم شقين ويجوم عالكين راح نضيف الان البيبي تعدو شوكولات اللي عندكم البيبي تطيفوهم انا نفضل نجيب شوكولاتة عادية تعال حليب ولا شوكولاتة بيضاء ونقطع قطع صغيرة لان راح يبانو احسن في الكوكيز لما يطيبو ويدوبو احسن هاكده راح نخلطهم ملح الان ونحطوه في التلاجة على الاقل نص ساعة باش ترتاح وتحت مروحة ونقدر نشكلو الكوكيز ديانا وهدا هو قوامنا عدينا تانا بعد مرتحت في التلاجة راح تحكي مروحة وتكون يعني استهلنا العملية باش نشكلو الكوكيز ديانا الان ناخدو ملعقة اكل مغرف كبيرة كل ملعقة راح تكون هي حبة كوكيز ديانا ما تنسوش طبعا ورقة طهب باش ما يلسقو الكومش وفرقوهم على بعضهم ما تخلوه مش قرب باش ما يلسقوش كينا مرحلة اعتدر اني ما صورتهاش لما دخلوهم يطيبو وهم يطيبو لتن دقايق لما يطيبو وربع دقايق خرجوهم عبزوهم بدهر المغرف باش يديرونا هذاك تشقق وعاودو ورجعوهم يطيبو لفرن مسخن وسبقا على مية وستين درجة كيما قلت لكم تن دقايق وهدا هو ملع كوكيز ديانا بعد ما طابو كما تشوفهم ديرو تشقق اللي من الفوق ما تنسوش في نصف طياب تجبدوهم وتعبزوهم بظهر المغرف كما قلت لكم هادو هما اللي كوكيز ديانا را هم وجدين بردو راح نقسم لكم باش تشوفوا كيفاش جاو نقدر نقولكم عن جد هدي احسن وصفة جربتها للكوكيز لانو عن جد يجو مع الكين ويجو بزاف بنان جربوهم ما راكوش راح تندمو عليهم هم هاملي كيفاش يجو طريين ما يجوش يابسين يجو مع الكين تاني ولا اروع كانت هدي وصفة ناني انهال يوم شانا تكون عجبتكم ما تنسونيش لايك الفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل هداك الجرس الصغير ما تنسواش باش كل ما نحط فيديو جديد وبوصفة جديدة تلحقكم ان شاء الله مع الياغي نقولكم طالوا في روحكم ونتلاقوا في الوصفة الجاية ان شاء الله سلام